مسلسل أمينة حي في ملخص أحداث الحلقة التسعة عشر اللي بتبدأ بأمينة بعد ما قالت لي سبيكة وكمان بسبوسة على موضوع جواز جزهم ساعد وانه كان مقابل قبل كده طلقته بيروحوا وبيتخنقوا معاه أمينة كان بتقوله متكلموا معاه بهدوء لكن طبعا بسبوسة ما سابتلوش فرصة وفضلت تزعق فيه وتقوله انت زي تتجوز علينا قال لا انا ما تجوزش عليكي أنا طلقتها قبل ما تجوزك قالت ايوه اذا كان كده ماشي وبتروع علشان تكمل فطرها عند أمينة وطبعا كان ساعد بيزعق اللي سبيكة وبيقولها انت مبطلتش محرمتش أضربك تاني يعني وكمان بتفشلين قدام أمينة وبيسيبها وبيمشي أمينة رايحة الشغل طيبة بتيجي بتتكلم معاه في موضوع عزيز وبتقولها رجعيتني الشغل قالت لا هو اللي بتدخل في ملوش فيه قالت خايف عليكي من ساعد مهما كان ده واحد غريب بتقولها ما يدخلش في ملوش فيه عايز يرجع الشغل يتفضل يرجع لكن يبطل يعمل لي مشاكل عزيز بيرجع الشغل مشغل أغاني وبيرقص بيدخل تضل عليه بيتخانق معه بيقوله ايه اللي جابك هنا كمان ساعدية وبنتها رقا بيدخلوا وبتخانق معه مع عزيز وبيتردهم من المكان أمينة لابسة ونزلة الشغل بيلاوا بسبوسة وسبيكة جايين بيسألوا عن الحفلة التنكرية اللي عاملينها بيقولوا لها عايزين لبس عايزين نلبس تنكري قالت لهم خلاص فكاروا كده شوفوا انت عايزين تلبسوا ايه وبتقول لي سبيكة ممكن تلبسي من التراث الشعبي بتروح بعد كده الشركة وبتقابل ساعد وبتقول ربنا يكون فعونك عندك ستاتين ما ينطقوش الاتنين فعلا صعبين جدا قال فعلا ربنا يكون فعوني في حين ان عزيز كان بيتكلم مع طلال وبيترده هو وساعدية وبتدخل أمينة وبتتخانق معه بتقول له ما لكش دعوه بيهم وانت اصلا ايه اللي جابك انت مطروض خالص ما تجيش هنا تاني وبتترده علشان خاطر طلال وساعدية وعلشان خاطر ترضي ساعد وبيمشي طبعا بينما ساعدية بتقول لاخوها ابدأ اتكلم مع امينة في الموضوع انت كده رمية الخيط ويلا بقى استاد الاقي الكلام ده فقدر يضربها وهي بتقول له اتكلم معاه في موضوع الجواز وبيدخلوا كلهم وبيتكلموا معاه في موضوع الحفلة وكمان ساعد بيرمي كلام ان هو بيدور على عروسة ساعد بيقول ان امرطاته خربوا النسل لكن ساعدية بتقوله ممكن انت صحح النسل وتتجوز واحدة حلوة يعني بيفتحوها بالموضوع كده بطريقة غير وبشرة في حين ان حصة جاية بتتكلم مع حماتها ام عبدالله وبتقول لها ان في حفلة لو الحبة تيجي يعني بتقول لها عودي علشان عايزة وريك حاجة ممكن تقعي من طولك لو شفتيها حصة بتقعد جنبها وبتوريها الفيديو اللي حصل بينها وبين عبود لما كانت بتديله الساعة وبتصر ان هي تديهاله بمناسبة افتتاح المطعم وبعد كده تبلت عليه وقالت ان هو سرقها من عبدالله وعايزة تفضحها عند عبدالله وعبود بقول لها يا حرامية يا نصابة حصة نصابة حصة حرامية بتروح الام علشان تتكلم مع عبدالله وبحصة بتقول لها ابوس ايدك يا خالتي ما تقدرش حاجة لا حيطلقني بتروح لكن برضو مش بتقول لان حصة بتفضل تتحايل عليها عزيزة بتصحى من النوم وبتلاقي عبادلين كتير جدا وكمان مكتوب اسم امينة كتير واسم فارس مكتوب بس مرتين او تلاتة بتتداق جدا فوز بتيجي وبتقول لها تعالي شوفي اللي انا فيه امينة حط اسمها في كل مكان عشان بنت بسبوسة على اسمها وانا حطي لي بس اسمين تلاتة باسم فارس اللي هي بعد كده طيبة بتيجي وبتطرد فوز وبتقول لها انت ما بتحرميش ما عندكش دم ما عندكش كرامة ايه مشي طلعي من هنا لكن عزيزة بتقول لها سيبك منها بس انت عزيزة منها ايه انا لعزمها خليها لكن طيبة بتقول لها انا حوريك وحخلي امينة تطردك كمان طيبة بتتداق وبتطلع على فوق اما بالنسبة لأم عبدالله مش بتقدر تتكلم مع عبدالله ولا تقول له ان امراتك هي اللي سرق دي الساعة ولا وردت ان هي توريله الفيديو سكتت لان حصة كانت بتقول لها ابوس ايديك حيطلقني فسكتت ولما عبود سألها قال لها في ايه ايه اللي حصل تاني بترد وبتقول لها عمين حفلة ومعزمتنيش طبعا بتقول اي كلام كده علشان ما تفضحش موضوع حصة حصة بتقول لها انا قلتلك ومعنش والكلام من ده وبتفرح جدا وبتقول لها عبدالله انا عشل امك دلوقتي في عيني دايما على طول بينما ميمونة بتتجاهز ومامتها بتقول لها عمينيلي نفسك كده نفس المكياش بتاعك بس على اخف وبتقول لها انتي خلاص بقاتي في سن الجواز قالت لها اتجاوز واحد مشهور مثلي بينما سعد بيتكلم مع امينة وامينة بتقول له ان سبيكة كلمتني في موضوع انك انت عايز تخطبني ردت وقال لها سيبك منها دي بجنونة بتخرف قالت له فعلا يعني انت مش عايز تخطبني قال لها انا فين وانتي فين ردت وقالت لأ انت لو عايز تخطبني فعلا انا موافقة مش بيصدق نفسه طبعا وبيبقى مبسوط جدا وسعيد وبتقول له بس بشرط اديني كم يوم افكر بيتحك وبيبقى مش بيصدق نفسه ان هي بردية بيه بينما بسبوسة بتتجاهز وتلبس لبس كيلو بطرة وكمان بتلبس سبيكة اللبس بتاع السحرة الشريرة وبتقول ان هو لايق عليها جدا ويساعد بييجي وبيشوفهم بالشكل ده وبيضحك عليهم علشان خاطر رايحين الحفلة التنكرية وبتبدأ الحفلة وبييجي كل الناس على الحفلة بالمنظر ده ودي كل الصور بتاعتهم واللبس بتاعهم اللي لبسوه وكمان امينة وده كان لبسها لما نزلت وقدمت الحفلة والكل كان سعيد ومبسوط جدا وامر كمان بتيجي وبيصوروها وكمان هي بتقدم الحفلة بنفسها وبيشغلوا اغاني وبيشغلوا كمان اغنية حلقاتك برجلاتك اللي غناها عبد المنعمة بولي في فيلم المصري الحفيد بتخلص الحلقة على كده والكل مستأنس ومبسوط وسعيد ومشغلين الاغاني وكمان مبسوطين ويبيرقصوا وكمان عزيزة بتعدي على الطفل وبسبوسة بتدقلها الهون زي ما بيحصل عندنا في مصر بتخلص الحلقة على كده وده كمرخص الاحداث الحلقة 19 من مسلسل امينة حي في الجزء التاني ترجمة نانسي قنقر